بقي لنا جزئية بسيطة في موضوع cdn اللي هي خاصة بالنتفلكس. احنا زي ما شفنا قبل شوية لما هوبت عمل مع نت سينما هذا الشركة وكان بده فيلم معين او داتا شيء معين فيديو معين. فهو تعامل في الاول مع الشركة نت سينما. وبعدين اعطو له عنوان للفيديو في المكان اخر اللي هو عند cdn اللي كان اسمها king cdn. في حالة نت فلكس. قلنا طبعا عندها ابروتش مختلف. خلاف مش كبير. كالتالي بصير. في حالة نت فلكس. الكليانت. كبوب مثال. الاول بتعامل مع الانفرستركشة بتاعت الشركة نفسها. نت فلكس. من ناحية الاكاونتينج ودفع الحساب وكذا. ثم بيتعامل مع الكلاود تبع امازون. هنا بيستعرض ايش الافلام الموجودة في نت فلكس. خويس. من خلال الكلاود. فاستعرض استعرض في الاخر اختار فيديو معين. اختار فيديو معين. طلبه يحطر هذا الفيديو. فبيجيله كل المانيفست فايل. كل المانيفست فايل. اللي فيه الاماكن الموجود فيها هذا الفيديو. يعني المسمى تبعه وكذا المعلومات عن الفيديو. كلها بتيجي لالكلاينت. بعدين يعني اوتوماتيك برنامجه بيعمل اه زي بنك او ايكو. لمجموعة من السيرفرات القريبة. الاقرب شي عنده. وبيختار اللي اقل ديلي. وين السيرفر اللي اقل ديلي عليه. بروح مختار هذا السيرفر. وبيبدأ يستعرض الفيلم من هذا السيرفر. فهيك طريقة نت فلكس اللي كان كنا سمناها اه برينج هوم. كويس هذا الابروتش تبع هوم. لكن اه لانه هو اللي بيختار. لكن في الابروتش الاخر تبع اكماي اتفكرين. كان اسمه انتر ديب. اللي هو بتوزع ال point of presence. كويس. بتوزع السيرفرات تاعتها. اه وقريبة جدا من اليوزر بتكون في ال اكسس بوينت. في كل ال اكسس بوينت. او في بعض ال اكسس بوينت المشهورة. تكون عندها سيرفرات قريبة من اليوزر. فهيك احنا خلصنا موضوع ال بالكامل. والحصة اللي جاي بكم ان ان شاء الله موضوع اللي بإذن الله بتكون على زوم. بيعطيكو العكس.